موسيقى عناوين الأخبار اثيوبيا تستعد من امتلاك قمر صناعي خاص بها من خلال استكمال البنية التحتها بما في ذلك القوات العاملة الجنرال باشا دبالي يقول ان مصر لا تستطيع ضرب السد وان حاولت نحن على استعداد تام لحماية سيادة البلاد موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام اليكم نشرة الاخبار من التلفزيون الاثيوبي اقدم عليكم فوركوهانس اطلقت دارة مدينة اديس ابابا برامج البصمة الخضراء في مراكز قلالي للنباتات تحت شعار نكث اديس ابابا وقالت نائبة عمدة مدينة اديس ابابا التي اطلقت البرامج انه سيتم زراعة 7.5 مليون شتلة على مستوى المدينة خلال مؤسم الامطار الحالي وقالت رئيس ولاية امهر سيدا جنيوتا شاقر الذي حضر البرامج كضيف شرف ان ادارة اديس ابابا تقوم بعمل مثالي بغرث اكثر من مليار شتلة في انحاء العاصمة في هذا المؤسم هذا وحضر البرامج عددا من الوضراء وكبار المسؤولين الحكومين في هذا البرامج الذي تم اطلاقه اليوم على المستوى البلاد سيتم اعادة الاثيوبين الذين كانوا في مراكز الاحتجاز من المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم حيث يتم تخصيص ما يصل الى 6 رحلات للخطوط الجوية السعودية والاثيوبية كل يوم وستبدأ اليوم عملية اعادة المواطنين الاثيوبين على نطاق واثع مع عودة اكثر من الفين اثيوبين من جدة ومن المعروف ان هناك الاثيوبين الذين تم احتجازهم في مخيمات اللاجئين لاكثر من عام بعد القبض عليهم من قبل ضباط انفاذ القانون السعوديين لانتهاكهم تصاريح الاقامة ولعبورهم الحدود السعودية بشكل غير غانوني عبر البحر الاحمر وتعرض هؤلاء السجناء لضغوط نفسية شديدة على عائلاتهم ومجتمعاتهم في اعقاب توجيهات الحكومة الاخيرة لاعادة جميع هؤلاء المعتقلين الى اوطانهم سهلت المحادثات مع الحكومة السعودية لتنظيم عدد من الرحلات الجوية وتحقيقها لهذه القايا تم تشكيل لجنة وطنية وستبدأ عملية الاعادة الى الوطن اليوم حيث سيتم اعادة اكثر من الفين مواطنا الى اثيوبيا ووفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من القنصلية الاثيوبية في جد اعربت عدد من السفارات المعتمدة لدى اثيوبيا دعمها لعملية التحول الديمغراطي الجاري في اثيوبيا فقد اصدرت سفارة النمسا واستراليا وكندا والدينمارك وعلمانيا وايرلندا واليابان ولوكسنبرغ ونيوزلندا والنرويج والثويد وهولندا والمملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا لدعم التحول الديمغراطي في اثيوبيا وعربت السفارات عن دعمها للجهود الجارية لخلق نظام اكثر ديمغراطية ونزاهة في اثيوبيا وقالت السفارة ان الانتخابات في اثيوبيا اظهرت الكثير من التقدم ووفقا للسفارات فقد لعبت الجمعيات المدنية دورا فعالا في توعية الناخبين ومراغبة الانتخابات وتسجيل الناخبين والتصويت واشارت السفارة الى وجود بعض المشاكل اثناء العملية الانتخابية والتي يمكن ان تكون بمثابة درث للانتخابات المغبلة ودعت الحكومة الاثيوبيا والشعب الاثيوبي واصحاب المصلحة الاخرين للعمل معا لحل تلك المشكلات قال الدكتور ياشهون نائب المدير العام للمعحد الاثيوبي لعلوم التكنولوجيا الفضاء ان علوم التكنولوجيا الفضاء على الفعيد الوطني سيكون له العديد من الفوائد الوطنية خاصة للامن الذراعي كما انه مفيد لخدمات اخرى واضح ان العمل الجاري بطريقة جديدة من خلال اعادة التنظيم لجعل المؤسسة اكثر جاذبية للذوار وقال ان لجنة التخطيط توافقت على دراسة لتمكين اثيوبيا من امتلاك قمر صناعي خاص بها ولخلق المزيد من فرص العمل للقوة العاملة من خلال استكمال البنية التحتية وقال ان الابحاث والاستعدادات الجارية لاستيعاب المعرفة والموارد الخاصة بالقمر الصناعي الثالث ودعى مستثمر القطاع الخاص الى المشاركة والاستثمار في علوم تكنولوجيا الفضار تعاحدت كل من المانيا ودنمارك بدعم لجنة حقوق الانسان الاثيوبية في الوفاء لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها من خلال المعحد الدنماركي لحقوق الانسان وقررت المانيا الآن توحيد الجهود مع الدنمارك من خلال صندوق مشترك لتوفير الموارد والمواد مما يمهد الطريق امام لجنة حقوق الانسان الاثيوبية لاكتساب القدرة المؤسسية الكاملة لتصبح منظمة مستقلة وفعالة تساهم في تحسين حقوق الانسان جاء هذا التعحد في وقت بحثت فيه اللجنة وثافرة البلدين والمعحد الدنماركي لحقوق الانسان سبل تعزيز التعاون ومن جانبه صرح الدكتور دانيل بكل رئيس مفوضية حقوق الانسان الاثيوبية أن اللجنة ملتذمة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها والوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الانسان ودعم العدالة والمثائل الدعم الدولي أمر حاسم في دعم إصلاح المفوضية وتحرك اثيوبيا نحو الحكم الديمقراطي وثيادة القانون واحترام التذامات حقوق الانسان وقال السفير الألماني لدى اثيوبيا أن اثيوبيا في منعطف حاثم فيما جهودها للإصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز لجنة حقوق الانسان الاثيوبيا هو مهم في بناء الثلام والتماسك المجتمعي ومن جانبها قالت كارين بولسن السفير في سفارة الملكية الدنماركية أن حماية حقوق الانسان وتعزيزها من خلال مؤسسات وطنية قوية هي أولويات رئيسية للبرامج القطري الدنماركي لإثيوبيا أجرى السفير حسن تاج سفير جمهورية إثيوبيا لدى دولة الكويت محادثات مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي وبيحث بالسفارة الإثيوبيا في الكويت ناقش الجانبان خلال اللقاء سبول تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبول تعزيز العلاقة الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك عقد مجلس وضراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية اجتماعا استثنائي الثاني والثباعين برئاسة رئيسة مجلس وضراء إيقاد ووزيرة الخارجية السودانية ماريام الصادق المهدي حيث مثلت كل من جبوتي والصومال وأوغندا وجنوب السودان بوضراء خاجرجيتها في حين مثلت إثيوبيا بوزيرة الدولة لشؤون الخارجية السفيرة بورتوكان أيانو وجمهورية كينيا بسكرتير الإداري الأول لوزارة الخارجية بجمهورية كينيا أبابو موامبا وأشاد في كلمته الافتتاحية الدكتور وركنه كبيو السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بالانتخابات السلمية التي أجريت في إثيوبيا وأوغندا وجبوتي كما تحدث عن تحديات جائحة كورونا والحاجة إلى حل النزاعات الداخلية والخارجية من خلال الحوار وتحديات اللاجئين والنازحين داخليا وعملية السلام الواعدة في جنوب السودان والصومال كما أشادت من جانبها وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بإثيوبيا وأوغندا وجبوتي على إجراء انتخاباتهم بشكل سلمي مشيرة إلى أن عملية السلام في الصومال وجنوب السودان تسير على المثار الصحيح وأثنت بتحسين العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا أجرى السفير نبيل مهدي محادثات مع وزير خارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان وأجرى المبعوث الاثيوبي الخاص والسفير المفوض إلى جنوب السودان نبيل مهدي محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان بياتري السواني وأطلع السفير نبيل الوزير خلال المحادثات بأن الانتخابات الوطنية التي أجريت في إثيوبيا كانت انتخابات حرة وسلمية فاذت بها إثيوبيا والإثيوبيون جميعا استضافت الثفارة الإثيوبيا في كامبالا مناقشات افتراضية حول التعريف بمناطق الجزب السياحي في إثيوبيا وخلال المناقشة قالت الثفيرة فوق العادة والمبعوثة الخاصة لجمهورية إثيوبيا لدى أوغندا لمسأحي مسارة إثيوبيا وأوغندا تشتركان في الموارد السياحية والقيم السقافية مشتركة بما في ذلك مصدر المياه النيل وقالت أنه من خلال إقامة مناقشة مماثلة للتعرف بالسياحة وتحديد الوجهات ضرورية لتعزيز التعاون في هذا القطاع إلى أحسن مستوى ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لهاية السياحة في إثيوبيا سيد سلاشي جرما أن العرض التعرفي يلعب دورا إيجابيا لتطوير السياحة وفرص الاستثمار في إثيوبيا بحسب الوزارة الخارجية قتل إثنين من عمال الإخاثة الإثيوبيين وإسبانيين في منطقة تيجريا على يد العصابات العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير تيجريا التي تتحرك بشكل عشوائي في بعض مناطق الولاية وتم اعتداء على مجموعة من الأطباء الذين يقدمون خدمات في الولاية على يد الإرهابيين في منطقة أب أدي وقالت الوزارة الخارجية في بيانها إن الحكومة تعرب عن عمق تعاذيها وتتمنى الصبر والسلوان لأثر الضحايا في هذا الصدد نصحت الحكومة الجهات المانحة ووكالة الإقاثة مرارا وتكرانا بعدم التحرك إلى هذه الأماكن التي ما ذالت يتواجد فيها الإرهابيون إلا برفقة القوات الأمنية ومع ذلك بمرور الوقت مرت بعض منظمات الإنسانية دون أن تلاحظ الحكومة مما تثبب في مشاكل خطيرة وقالت الوزارة الخارجية أن الحكومة ستواصل العمل من أجل السلام وسيادة الشعب وإحلال الثلام في البلاد تبرع الاتحاد الأوروبي يوم أمس بـ 42 ثيارة بقيمة 1.3 مليون يورو لدعم تطوير قطاع البن في إثيوبيا وسيساعد الدعم على زيادة انتاجية القهوة وتعديد العائدات التي يتم جنيها من قطاع القهوة ومن بين الثيارات التي تم التبرع بها 18 ثيارة لإقليم أوروميا وتسعة لإقليم جنوب شعوب البلاد وثلاثة لإقليم سيداما وثلاثة لإقليم أمهارا واستلمت هاية القهوة والشعي الإثيوبيا أربع سيارات والمعحد الإثيوبي للبحوث الزراعية وخلال حفل التسليم قال وزير الزراع عمر حسين إن الدعم ضروري لذيادة انتاجية البن وأضاف أن هذه الثيارات ستساعد في تذكيل الأنشطة في الأعمال الإرشادية وإعادة شتلات البن وذيادة إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والأبحاث ومن جانبه أشار قائد المجموعة الاقتصادية والبنية التحتية في الاتحاد الأوروبي سيد ويليام من الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي سيعذد دعم وتطوير البن وخاصة للمزارعين وأضاف أنه يتم تنفيذ مشاريع للقهوة بقمة 15 مليون يورون في مناطق مختلفة من البلاد وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبيا فإن العمل جاري لتنفيذ العديد من المشاريع في 28 دائرة في كل من إقليم أوروميا وجنوب البلاد وأمهارا أكد مدير إدارة الهندثة في وزارة الدفاع الإثيوبيا الجنرال باجع دابالي إن بلاده لا تثعى إلى حل قضية صد النهضة مع مصر والسودان عسكريا وقال دابالي في حديث لأرتي عقب مشاركة في مؤتمر موسكو التاثع للأمن الدولي ردا على سؤال حول مدى احتمال حل عزمة صد النهضة عسكريا بالنسبة لبلدي لا يجوذ أن تكون قضية المياه سببا للحرق فلذا الحل لا يمكن أن يكون عذكريا الحل الأمسل هو مفاوضات تحت مضلة الاتحاد الإفريقي وأوضح الجنرال في المقابلة مع القناة أن مصر لا تستطيع ضرب صد النهضة وأن حاولت فنحن على استعداد تام لاتخاذ إجراءة جادة ضد أي انتهاك لسيادة البلاد وسؤال كالي هو أن السودانيين والمصريين ربما يريدون حل المشكلة بالقوة بالنسبة لبلدي لا يجوز أن تكون قضية المياه سببا للحرب ولذا فالحل ليس عسكريا بل الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي ولكن الجانب المصري لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكريا لن يحاولوا مهاجمة السد ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة وهم يعرفون أن السد متين لذا آملوا بحل المشكلة من خلال النقاش وقد بدأت حكومتنا المرحلة الثانية من ملء السد ومتى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه ليس بناء السد إنما كيفية تقسيم المياه لأن 90% من المياه تذهب إلى مصر وحدها و10% للسودانيين ولا يبقى لنا شيء ولكن هل أنتم مستعدون للحل العسكري جيشكم وأنظمتكم الدفاعية نعم فكل بلد مستعدون للدفاع عن الوطن ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا نحن جاهزون للدفاع ما توقعاتكم من الجانب الروسي ربما من الجيش الروسي في هذه الحالة هل ناقشتم الوضع هنا في موسكو في هذا المؤتمر لا لا لم نطرح هذه القضية لكننا نعرف رأي روسيا روسيا تدفع الطرفين نحو حل المشكلة من خلال الحوار لا من خلال العمل العسكري ونقدر موقف روسيا عاليا نحن لا نشتري الأسلحة أو نتلقى التدريب من إخواننا الروس بسبب مصر إنما لنحمي بلادنا من أي عدو كان هل عقدتم أي لقاءات هنا في موسكو مع الجانب المصري؟ لا 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 أبدا لم ألتقي بهم ولم أرهم هل أنتم مهتمون بأي نقاش بين لم لا؟ نعم لو سنحت لي الفرصة أستطيع أن أتحاور معهم أن أسألهم نحن جنود أنا جندي ولست سياسيا وخير سبيلا لحل المشكلة هو طاولة المفاوضات لا ميدان المعركة هل تعتقدون أن الحل ما زال بعيدا؟ أم ربما يحتاج أسبوعا أو أسبوعين؟ بعد الملء الثاني سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات صدقني لأنه ضخم 13 مليون متر مكعب لذا فعل الجميع السودان ومصر أن يحافظوا على هذا السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى وإذا تم تدمير السد فلن تجد لا السودان ولا مصر فالطوفان سيجرفهما إلى البحر المتوسط ماذا قال لكم المصريون والسودانيون عندما تحدثتم؟ لأن وسائل الإعلام قالت أنهم يريدون الحل العسكري لم أسمع ذلك من السودان السودان لا تحتاج إلى حل المشكلة عسكريا أعرف هذا لكن الطرف المصري قال مرارا ذلك وأظهر ذلك من خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع السودانيين كما وقعوا عقودا بشأن إثيوبيا مع الكينيين والجيبوتيين هذا لن يجد نفعا هذا حقنا وكل واحد مستعد للتضحية بحياته من أجل حقه ولذا لا يمكن لأحد أن يمنع الإثيوبيين من الاستفادة من مياه النيل لكنهم قالوا أن هذا يخالف بشكل ما القانون الدولي وأن الاتفاق الموقع سابقا مختلف تماما نعم لا يوجد اتفاق هناك اتفاق وقع عليه ملكنا حين ذات ولا ينص على عدم بناء السد الاتفاق هو أننا لن نوقف النيل هذا هو الاتفاق ونحن لم نوقف النيل لقد بننا السد ونستعمل المياه ونجعلها تحرك العنفات وتولد الكهرباء والتدفق يبقى طبيعيا هذا هو الاتفاق وصاحب الجلالة كان ذكيا جدا قال لن أوقف النيل وليس لن أبني سدا مشاهدين الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبار فلنذكركم بأهم العناوين إثيوبيا تستعد من امتلاك قمر صناعي خاص بها من خلال استكمال البنية التحتية بما في ذلك القوى العاملة الجنرال باج عدبلي يقول إن مصر لا تستطيع ضرب السد وإن حاولت نحن على استعداد تام لحماية سيادة البلاد كرام بهذا وانتهت نشرتنا الأخبار يمنى التلفزيون الإثيوبي كنتم معكم أفوك أنسوا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر